بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب وطالبات الصف الثاني الأعدادي سوف نستعرض اليوم معا موضوع قراءة بعنوان لغة خالدة يتناول الموضوع مقالا لرئيس المجلس الثقافي البريطاني في لندن تحدث فيه عن قيمة اللغة العربية وأدلة ذلك اللغة العربية من أقدم اللغات عندما يزيد عن 1600 سنة يتحدث بها مليار وربع مليار من البشر وهي لغة العبادة والدين كما أنها لغة الأدب والسياسة والحضارة فارسية كانت أو يونانية أو هندية فجمعت بينهم وأصبحت لغة ممثلة لحضارة واحدة بدليل وجود ألاف الكلمات العربية في اللغات الغربية ترجع أهمية اللغة إلى أنها المفتاح إلى الثقافة العربية للاطلاع على تراث الحضارة الإسلامية في شتى العلوم الرغبة المتزايدة في تعلمها من غير الناطقين بها للتواصل مع أهل العربية والتراث العربي والإسلامي وختم رئيس النجلس البريطاني مقاله بأن اللغة العربية هي أكثر اللغات الحية فرصة لأن تكون لغة عالمية ويمكننا أن نحتفظ للغتنا بخلودها بمزيد من الحب والجد والبحث مناقشة الدرس فيما تكمن أهمية اللغة العربية الإجابة في أنها المفتاح إلى الثقافة العربية حيث تتيح لمتعلميها الاطلاع على تراث الحضارة العربية الإسلامية التي كانت مرجعا مهما لأعلماء الغرب لماذا تتزايد الرغبة في تعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها الإجابة للتواصل مع أهل اللغة من جهة أو التراث العربي الإسلامي من جهة أخرى كيف يمكننا أن نحتفظ للغة العربية بخلودها الإجابة بإعطائها المزيد من الحب والجد والبحث ما الدليل على أن اللغة العربية من أقدم وأعظم اللغات الحية على وجه الأرض الإجابة حيث أمضت ما يزيد على 1600 سنة منتشرة في نواحي الأرض يتحدث بها مليار وربع مليار من البشر وإلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر